حرب الألواح الإلكترونية خرجت إلى السطح سافس أو السطح هو اسم الكمبيوتر اللوحي الجديد كان يمكن لهذا الجهاز أن يمر إلى الأسواق مرور الكرام لو لأن المصنع هو مايكروسوفت الشركة الأمريكية العملاقة دعوات للإعلام وسط حملة دعاية عالمية ضخمة أطلقتها الشركة لتصاحب الحدث هذا هو الجهاز الجديد لمايكروسوفت إنه يجسد فكرة أن يدفع الهاردوير والسوفتوير بعضهما البعض ما لم يقلها المسؤولون في حفل الافتتاح هو أن الجهاز الجديد يأتي ضمن حرب تكنولوجية وتسويقية بين مايكروسوفت وأبل التي تنتج الكمبيوتر اللوحي آيباد مايكروسوفت تقول إن جهازها الجديد مشابه في خصائصه للآيباد سمكه لا يزيد عن عشرة مليمترات وزنه يبلغ نصف كيلو جرام فقط أما سعره فتقول مايكروسوفت إنه سيكون مماثلاً للآيباد يبدأ من خمسمائة دولار حتى ثمانمائة دولار حسب النوع النقطة المهمة هنا هو أنه ليس آيباد آخر سيرفيس جهاز يمثل بديلاً للكمبيوتر الشخصي من المثير أن نتوقع أن تأخذنا التكنولوجيا إلى جهاز محمول بشكل صغير للغاية كهذا قضيت وقتاً طويلاً أدرب نفسي على استخدام الآيباد واستخدام لوحة المفاتيح المخصصة له والكتابة عليها الآن لا دي لوحة مفاتيح يمكن أن أطويها أو أفتحها وقت ما شئ إطلاق الكمبيوتر الجديد يأتي مصاحباً لإطلاق مايكروسوفت نسخة نظام التشغيل الجديدة ويندوز 8 بعض من استخدموا النظام الجديد المتوافر مجاناً ضمن فترة التجريب قلت أن هناك مشاكل في استخدام اللغة العربية مجلة إيريبيان بيزنس الشهيرة قالت أن كل شيء في البرنامج ينطلق من اليمين إلى اليسار بشكل عشوائي حتى القوائم وأسماء المجلدات يبقى من المبكر الحكم على مدى شعبية جهاز السيرفس في ظل حاضر تسيطر عليه أبل وآيباد ومن المبكر أيضاً الحكم على مدى شعبية السافس في ظل فشل بعض المصنعين الآخرين مثل سوني، جوجل وإتش بي في كسر احتكار أبل مصطفى المنشاوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر